أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن ساعدته بالتواجد فتونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة والتي تستهدف تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين تصريحات مدبولي جاءت في عقاب وصوله على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى مطار تونس كورتاج وذلك لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة السابعة عشرة لللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين لتعزيز مجالات التعاون الثنائي وكان في استقبال رئيس الوزراء بالمطار رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي واستعراض حارس الشرف من جانبها أكدت بودن الأهمية الكبيرة التي توليها تونس لتعزيز علاقات التعاون مع مصر بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين ومن المقرر أن تشهد الزيارة التي تستمر على مدار يومين توقيع عدة وثائق في مجالات تخدم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتونس فضلا عن عقد المنتدى الاقتصادي المشترك لتبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية بين البلدين ترجمة نانسي قنقر